قبل ما اتكلم مع النساء في فن معاملة الرجال في مشكلة لازم نشيلها عشان تفتح الطريق للتعلم المشكلة دي وانا بقولها مش عشان اعاتب على النساء او اعاتب على اي حد احنا بنرصد العلم الحديث قال ايه ومن قبل القرآن والسنة قالوا ايه علشان لما نعرف المشكلة نعرف نحل المشكلة دي انا سألت فيها احد علماء النفس السلوكي بقول له فين المشكلة ليه الست سعب بتبعد عن الراجل وما تهتمش او انها تفضل جذبة لانتباهه بيقول لي ان فيه مشكلتين مشكلة قديمة ومشكلة حديثة والمشكلتين ليهم عنوان واحد اسمه التوازن فقدان بعض النساء القدرة على تحقيق الاتزان ما بين ايه المشكلة القديمة المستمرة الاتزان ما بين دور الام ودور الزوجة الحبيبة بعد ما متجوز الست بتنشغل جدا وبتفني وقتها ومجهودها ومشاعرها في تربية العيال مشكورة مأجورة لكن محتاجة تحقق اتزان ما بين الام والحبيبة لان الراجل ليه احتياجات نفسية من حبيبته مراته والمشكلة الحديثة قالوا برضو اتزان اتزان ايه ما بين المرأة العاملة اللي بتحقق ذاتها لان العصر الحديث بيشجع المرأة تجاه انها تطور نفسها واتحقق ذاتها ده شيء رائع لكن برضو الاتزان وده كلام علم النفس الاتزان ما بين الست النجحة اللي بتحقق طموحاتها والحبيبة الجميلة اللي الراجل دايما محتاجها تكون قدامه فيه ابها صورة واجمل شخصية الاشكالية مش في الام ولا في المرأة الناجحة الاشكالية في الاتزان لان كتير من ستتنا يقولوا طب انا بربي له عياله وبطحن معهم في التمرين وعند الدكاترة وفي الدراسة مش لازم افضل دايما شكلة حلوة ولطيفة ويبدأ الراجل ما يقدرش الكلام ده ما يحسش ان ده يكفي انا كمان محتاجها حبيبتي تبقى دايما جنبي فتلاقي الرجالة في سن معين كده انطلقوا كده مع الاصحاب ولعب ورياضة وسفريات انا تاني مش بلوم على حد انا بارصد لواقع عشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان دايما حريص يفكر الست ان اجتهادها في تعلم فن معاملة الرجل ده جهاد في سبيل الله محتاج مجهود وده تمن الجنة وتمن رضا ربنا سبحانه وتعالى نحافظ على الحب حي دايما ما بيننا سيدة اسماء بنت أبي بكر بتسأل سيدنا رسول الله تقول له يا رسول الله ان الرجال قد فضلوا علينا بالجماعات صلاة الجماعة وحضور الجنازات والجهاد في سبيل الله وانهم اذا خرجوا حفظنا لهم اموالهم واولادهم افنوا شاركهم في الاجر كده لنا الثواب يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ايها الناس ما رأيت امرأة احسن منها سؤالا عن دينها شايفين الناس اللي بتدور على ربنا سبحانه وتعالى اخبري من ورائك يا اسماء ان حسنة بععل المرأة لزوجها وطلبها لمرضاته وسعيها لموافقته يعدل كل هذا في سبيل الله يعدل صلاة الجماعة في المساجد وحضور الجنازات في المساجد والجهاد في سبيل الله كأن فيه شيء الست محتاجة تعمله وتتعلمه حسن التباعل يعني ايه تباعل؟ كلمة بعل في اللغة العربية يعني رب الشيء رب البيت والرجل كل ما تفكر ازاي تحافظ على نفسية الرجل كل ما تاخد أجر المجاهدين في سبيل الله كأن فيه شيء محتاج المرأة تتعلمه وهو ده فن معاملة الرجل عشان كده في كتاب شعب الإيمان للبيهقي من حديث سيدنا علي بن أبي طالب قال صلى الله عليه وآله وسلم التودد نصف الإيمان كأن سيدنا رسول الله بيشجع الست وبيقول لها حفظي على دور الحبيبة المتوددة وهي بتخطب ود جزها حبيبها كان سيدنا رسول الله بيشكر الستات على دور الأمومة الرائع باب الجنة الواسع ودور المرأة العاملة الرائع اللي بتسند جزها لكن حقاق الاتزان بتعلم فن معاملة الرجل ترجمة نانسي قنقر